ترأس سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع التاسع عشر للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي أقيم بالعاصمة العمانية مسقط وقد بدأ الاجتماع بكلمة لسعادة الدكتور راوية بنت سعود البسعيدية وزيرة التعليم العالي بعمان حيث أكدت الدور المهم لهذا الاجتماع الدوري في تعزيز التعاون الخليجي المشترك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي تلا ذلك كلمة لمعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون حيث أثنى على دعم أصحاب الجلالة والسمو قادة الدول الخليجية الشقيقة لمسيرة العمل المشترك كما هنأ مملكة البحرين بمناسبة مرور مئة عام على بدء التعليم النظامي الحكومي وخلال الاجتماع قرر الوزراء أن تقوم الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترشاد مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة بالقانون الموحد للعمل التطوعي والقانون الموحد لتمكين ذوي الإعاقة كما تم الاطلاع على قرار المجلس الأعلى بشأن اعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين حول قيام مؤسسات التعليم العالي بتوجيه طلبة الدراسات العليا إلى دراسة التجربة التكاملية لدول المجلس في المجالات كافة وتشكيل فريق عمل لدراسة ألية تنفيذ قرار المجلس الأعلى بشأن مساواة أبناء دول المجلس في القبول والمعاملة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية وتقرر كذلك تضمين مفهوم المواطنة الخليجية في الأنشطة التعليمية لدول الأعضاء كان هذا الاجتماع اجتماعاً مثمراً تم خلاله بحث العديد من المواضيع التي تسهم في تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال التعليم العالي ومن القرارات التي تم التوصل إليها هي موضوع دمج الاستراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمي واتفاق على تحديد عدد من المبادرات التي يكون لها تأثيراً سريعاً وإيجابياً على مؤسسات التعليم العالي كما أيضاً تم بحث موضوع مساواة أبناء دول مجلس التعاون في القبول والمعاملة في المؤسسات الحكومية وتم تشكيل فريق عمل من الفنيين والقانونيين لبحث الآليات اللازمة بتنفيذ هذه التوصية كما تم بحث موضوع المواطنة الاقتصادية ودور مؤسسات التعليم العالي في تعزيز مفهوم المواطنة الخليجية وبالشكل الذي يعزز مسيرة مجلس التعاون ترجمة نانسي قنقر